بيبدأ الفيلم فيلم بمجموعة صحاب قاعدين يلعبوا لعبة أسئلة في جنين البيت مقنقرينوا احتفالاً بعيد من صاحبتهم إليس وبعد كده بيج بتسأل مادلين تفتكري مين هيتجوز الأول فارن بترد هيلي وغراند فبيبين إنهم منديقوا وغراند بيقولها أم نجيب مشروب وهيلي بتقول صحابها إنهم تفصلوا أصلاً قبل عيد من منت وباكستن بيسأل غراند فبيقول إنها بدأت تصرف بطريقة غريبة مؤخراً وإنه طموح زيادة بالنسبة لها وفي نفس الوقت هيلي بتقول إنه مش طموح كفاية وما بقاش بينهم رومانسية وبعد كده بيكتشفوا إن المشروبات خلصت وما فيش مكان قريب يقدروا يشتروا منه وبيقرروا يفتشوا البيت على أمل إنهم يلاقوا مشروب وبيلاقوا باب مكتوب عليه ممنوع الدخول بس بيتجهلوا التحذير وبيكسروا البيت وبيدخلوا بس ما بيلاقوش غير حاجات خاصة بعلم الفرق وصندوق صغير فيه ورقة الروب وهيلي بتشرح لهم إنها ممكن تستخدم مع علم الأبروك في التنبو إيل وإن الورق شكله قديم ومرسوم بالإيل وبتقول إنها تعلمت تستخدمها وبيقرروا إنها تقرارهم ورقهم وبعد كده هيلي بتتراجع وبتقول إن في قاعدة بتقول إنهم مش المفروض يستخدموا ورق دروت خاص بحد تاني لكنهم بيسروا وبتبدأ بإليس ولورقتها النهائية بتكون الكيهنة العديد هيلي بتقول إن التنبوء بتاعها بيقول أنت بتصعدي سلم النجاح بس لازم تحاولي تضطقي لإنك ممكن تقع وتتعرضي لحاجة مؤذية بعد كده بيجي دور معدن وبتكون ورقتها النهائية الرضا لمشنو واللي بيكون معناها إن الأمور ممكن تبقى معقدة وصعبة بالنسبة لها الفترة دي بس هتتحسن بعدها على طول وإنها كورج الحوت لما بتحس بالخطر بتهرب أو تجري منه بس الفترة دي لازم تحاول ما تهربش من مشاكلها باكستن بيروح الحمام وبيكون دور بيتش اللي بتكون ورقتها النهائية استحر هيلي بتقول لها أنت برقة أسرق وأصحاب البرقة دا عادة بيخرجوا عن طريقهم علشان يسعدوا أصحابهم وإنك الفترة دي ممكن تحسي إنك بتتسحب في التقايير المختلفين في الوقت دا باكستن بيخاف لما بيشوف الباب عملي يتفتح ويتقفل لوحده بفعل الريح وبيهيقلون في حد بس ما بيلاقيش حال وبيرقع تاني وبيكون دوره هيلي بتقوله أنه برق الدور وأنه يعتمد عليه صديد جيد بس ممكن أحيانا تكون دماغه نشفة وقاروته متسرعة وورقته النهائية بتكون الجوكر أو المهرج وبتقوله يفضل مع الناس اللي بيسق فيهم وما يتفجئش لو حس فترة كأنه محبوس في صندوق وأنه هيظهر بشكل جير متعاقة لأصدقائه في فقت قريب وبعد كده بيكون دور لوكس وورقته النهائية رجل المصباح بتقوله أنه بيميل لقصر القواعد وأنها شايفة تغير فحلته المادية وأنه في حالة حب وأنه ورقته معناها أنه لازم يخلي باله من طريقه وأنه ضوء المصباح في الورقة دي ممكن يقوله للطريق الخطط وبعد كده بيجي دور جراند والورقه بيكون فيه شتون وشخص بيتحرق وبتقوله أنه لازم يكون شخصا متفاهم أكدر وبيتعصب عشان بيفتكر أنها بتتكلم عن علاقتهم بس هي بتقوله أنه ورقة الشتون معناها أنك في طريق مصدم وما ممكن دويجك خطر أنك تخسر شخصية همك وبعد كده هيلي بتشوف ورقتها وبتقوله أنه بيطلع لها دايما نفس النتيجة وهي أن الحب هيكون سلمتها أو نهايتها تاني يوم بيمشوا من البيت وهم في بانزينا بيجي لوكس وبيقولهم أنه كسب ورقة تنصيب بـ 700 دولار وبعد كده بنشوف إليسا في الشاور وبتكلم في التلفون مع بيج وعندما تخرج من الحميم بتلاقي أن سلم العلية نازل بتستورب لأن مفيش حد غيرها وبتقفله وهي في القوضة بتكمل كلامها بتسمع صوت خطة فبتخرج تشوف فيه إيه وتلاقي السلم نازل تاني مع أن مفيش حد بتفتكر أن حد من زبايدها رجع وبيهازر معيها وبتطلع لهم بس ما بتلاقيش حد وبتحس بحركة ولما بترجع تبص في العلية بتلاقي شموها كتير مولعة وصبان مقلوبة وبتشوف ورقتها وبتسمع صوت التنبؤ بتاعها وبتظهر لها كهانة قبرى وإيليس بتقع منها على السلم وبتكسر وبتفضل تضربها بالسلم لحد ما بتموت وبيتش بتكون في حادة صلمة من موتها وهيلي بتقرر تفضل معيها ولوكس بيوصل مع بلين البيت وبعد كده بيتش بتزحى من جابوس وبتبقى حاسة بالزنب أنها ما فضلتش مع إيليس بس هيلي بتهديها وتفهمها أن ده قدر وما فيش حاجة ممكن تغيره لوكس هوه في طريقه بيظهر رجل من مصباح وره بس اللي ما بيبصره بيلاقيش حد وبيروح المترو والأنوار بتبدأ تتفيل وبعدين بيظهر له رجل من مصباح والدنيا بالضغل فبيخرج من بين مكتوب عليه ممنوع الدخول بيطلعه على سكة حديث للقطرات ولقى ورقة جورنال على الأرض عليها صورته ومكتوب فيها أنت هتموت النهاردة وفجأة بيسمع صوت القراءة بتاعته بتاعت هيلي زي ما حصل مع إيليس وبيظهر له رجل من مصباح تاني ويطلع بصارة عربية من عربيات القطر عشان يهرب منه وبيظهر له تاني من الخطة وبينوت برى القطر في الوقت القطية تاني بيكون معاندي وبيدهسه وبعد كده بيعرفوا بموت لوكيس واللي بيصدمهم أكتر وبيشتكر الشرطة من الموضوع غريب بس هم مش شايفين دليل للتحدد وبعدها وهم قاعدين يفكروا وهيلي بتتوصل أن اللي حصل مع لوكيس وإيليس كان تكسيد بالمعنى الحرفي للقراءات بتاعتها واللي بينطل عنها الموت في الآخر بس جرانت ما بيكونش مقتنع في البداية وبيعملوا سرش وبيكتشفوا ان في نز كتير ميتة برضو بعد قراءات داروت واللي كتب عنهم على متفرج اسمها ألما وبيكرروا اللي يروحوا يقابلوها وبيحكوا لها أن أصحابهم بيموتوا بسبب كده بتطلق تشوف الورق ولكن بما إنه مش معيهم سألتهم إذا كن موجود فعير بخشب ووظفته لهم هيلي بتسألها عرفت إزاي وإيلا بيحصل فبتبدأ تحكي لهم أن في المكسيك سنة 1951 فيه 6 أشخاص ميتوا بتطلق غريبة في خلال يومين وكلهم كانوا عملوا قراءة للتاروت قبلها وسنة 1969 فيه مجموعة أشخاص بتروح مكان وثمانية منهم بيموتوا في حوادث غريبة وآخر مرة انه شفتهم كانوا بيعملوا قراءة تاروت وسنة 1988 في لندن مجموعة أصدقاء بيروحوا رحلة وشخص واحد منهم بس اللي بيعيش وقراءات دي كلها تمت بنفس وراء التاروت ده وانه هي الوحيدة اللي ناكت في لندن من اللي حصل لانها عملت قراءة لهم كلهم بس ما عملتش نفسها وانها بتدور على مجموعة الورق دي علشان تدمرها وبتوريهم صورة عالمة فلك وبتقولهم ان في المجر سنة 1998 كان فيه دوك وزوجته كانت حامل وكان عندهم عالمة فلك عندها قدرات عالية وكانت بتقدر بالتاروت تتنبأ بالمستقبل بشكل واضح لكنها شافت ان ابنة دوك وزوجته هيموتوا في الولادة وطلب منها تحاول تغير تنبؤها لكن كل مرة كانت بتطلع نفس النديجة فطردهم من القصر هي وبنتها ونفيهم بعيد وبعد فترة نبوء قبل فعل تحققت واتهمها بممارسة السحر وخل رجالته وقتلوا بنتها وقررت تنتقم وعملت قراءات للدوك والناس المقربين منه في طقس شيطوني وضحت بنفسها وربطت روحها بالأوراق دي وبعدها بحاجة بسيطة الدوك والناس المقربة منه ميتوا بطرق بشعة زي ورقهم وعشان كده اي حد بيستخدم الورق ده للتنبؤ بالمستقبله وبتسيبوا اللعنة دي وانهم لازم يدمروا الورق ده وهم رجعين في الطريق فجأة العربية بتبطقوا بتقفلوا وحدها ومارلين بتخاف عشان بتفهم ان الدور عليها وبيترسم لها صورة شخصة مشنوقة على العربية وبيتكتب لها هربي بسحابها بيحاولوا يمنعوها لانها لازم ما تهربش بس ما بتسمعش الكلمة والطيري وبيفضل يسمعوا صوت خبطو حالات بتنطف فوق العربية ومعهم حبل وفجأة مادلين بتلاقي الحبل ملفوف حوالين رقبتها من اشباح مخيفة فوق الجسر وبيسحبوها وبتنزل مشنوقة بالفعل زي ورقتها جرانت بيقول انهم لازم يرجعوا البيت ويدمروا الورق وباكستن بيرفضوا وبيكون خايف وبيقرر يرجع بيته ويستنى موضوع عنده فهيزي بتفكروا بقرأته ما تنشفش المالك او تاخد قرارات متسرعة زي ما هو بيعمل دلوقتي بس هو ما بيهتمش وبيسيبهم يمشي باكستن هو ماشي بيظل يسمع صوت ضحك الغريب ولما بيجي يدقل المبنى بتاعه بيشوف الجوكر من ورقته واقف فبيدخل الأسنسير وبعدين باكستن بيفهم انه ظلت وان الأسنسير هو السندوق بتاعه ولما الأسنسير بيتفتح بيلاقي دور دالما والجوكر واقف هناك وبيتصل بجرانت بس الخط بيفصل وبيسمع صوت القراءة بتاعته والجوكر بيبدأ يخوفه وبيدخل الأسنسير وبيقرب منه هيلي وجرانت وبيج بيرجاوا البيت عشان يدمروا الورق وبيحاولوا يحرقوا لكن المفاجئ انه ما بيحصلوش اي حاجة فبيتصلوا بإلما عشان تساعدهم وحقولها وشرحت لهم ان الورق بيتجسد في الحقيقة وإلما بتحاول تستحضر روح الساحرة عشان تفصلها عن الورق وبالفعل بتصعر روح الساحرة وإلما بتفقد القدرة على الحركة فجأة والساحرة بتحرك الورق وتقرى الإلما ورقها بتديها ورقة السيوف الستة واللي عليها شخص مطعون بهم هيليو وبيج وجرانت بيجروا عشان يهربوا وبيلاقوا جثة الإلما فيها السيوف الستة زي الورق ومن الصدمة بيتج بتجري في اتجاهه وجرانت وهيلي في اتجاه داني بيتج بتلاقي باب مفتوح وبتسمع صوت هيلي منه وهي بتقول لها ساعديني وهيلي وجرانت بيشوفوا الشطان اللي من ورقة جرانت ظهر لهم بيج بتدخل تدور على هيلي وبتلاقي نفسها في مكان غريب واللبة بتكسر وما بتبقى الشايفة كويت زي مهيلي قادت فكره واللي هي بتبقى سمعيها وقتها وهي بتحاول تهرب بتلاقي نفسها على خشبة مصرح وقدمها الساحر من الورقة وبيقيد رجليها وبتسحف لحد ما بتلاقي صندوق وبتدخله وبيقوم فيه خور ما شايفة منه وبتلاقي خد الصندوق على خشبة المصرح وطلع منشور وبدأ يدخل من منشور في أماكن مختلفة في الصندوق وبتبدأ تصرخ وتستنجد إن حال دي ساعدها وفي الآخر بيقسمع نصتين بالمنشور وبتموت هيلي بتاعد تعايده بتفكر الأمل هي وجرانت في إنهم يطلعوا من المكان ده أو ينبو وبعدين هيلي بتجدها فكرة وهي إنهم لو قروا ورق استحارة ديها وممكن العنت هتتقلب عليها جرانت بيرفض إنها تقرب من الورق ده تاني واللي بتسر وتقول إنه لازم نقرب إحنا كده كده ميتين وفجأة بيجي الشيطان يخطف جرانت من الشباك ولإنها بتحبه فبتشوف الهايكا العظمي اللي كان في ورقتها وهو الموت زي ما تنبقت إن الحب هيكون سبب موتها بتفضل تهرب ولما بيجي يفنقها جرانت بيظهر وبيضربه بحاجة وبيكونوا الاتنين باستغربين إن إزاي جرانت ممتش وبيقولها تروح تقرى ورق السحرة عشان تعكس اللعنة جرانت بيتخض من الشيطان وبيقع على الأرض وبعدين بيشوف نور وحد بيسحبوا ليها وبتبدأ هيلي تقرى ورق السحرة وبتقولها إنها شايفة إنها في ألم وبتظهر السحرة هيلي بتتعاطف معيها إنها عارفة إحساس ببطين شخص عزيز عليها السحرة بتحاول تخنقها وهيلي بتقولها الموضوع عندها لأن ورقتها هي الموت واللعنة بتتفكت والسحرة بتختفي والورق بيتحرق وبيكونوا جرانت و هيلي ماشيين على رجلهم ورقعين وبيفرحوا لما بيلاقوا عربية جرانت بيخاف وبيبتكر إن هذا الطريق المظلم من القراءة بتاعته وبعدين بيتفقوا لما لقوا إنه اللي طالع من العربية هو باكستن وإنه ممتش وبيقول إنه كده ظهر لأصحابه بطريقة ذي المتوقعة زي ما هيلي قالت ورقبوا معين يوصلوا وقالولوا إزاي فكوا اللعنة بس ده مش هيرقى لهم أصحابهم وبيعرفوا من باكستن إنه نجل إنه صحابه طاط فدح الأصنصير فجأة ووقتها دل أنقذوا والجوكر اختفى وبس كده بيكون فيلمنا النهاردة خلص أتمنى نكون عجبكم وأشوفكم فيلم جديد لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب واللايك عشان يوصلكوا كل جديد وشكراً لكم سلام اشتركوا في القناة